نسرين وصباح الخير لزميل مجحم وصباح الخير لكل مشاهدين في التلفزيون الأردني في هذا الربط الصباح الذي نطل من خلاله على هذه النافذة الطيبة مع جملنا في التلفزيون الأردني صباح الخير زميل نسرين وياتنا إليك دائما أسعد الله صباحك الرائد علي الحياصات وكالمعتاد ننتقل لك مباشرة ولضيفك الكريم والكلمة لك الآن نعم مشكور جدا أخوي مجحم وزميل نسرين بس بدأ عقب عما تفضلتم فيه أثناء الحوار الصباحي حول موضوع الضباب حقيقة في حال وجود الضباب لابد أن نهتم بموضوع مهم جدا وهو أن نستخدم الطق الأولى وليس الرباع أثناء القيادة لأن الرباع هي لغة التخاطب والغماز هي لغة التخاطب بين المركبات وبالتالي يستخدم الرباع فقط في حال الوقوف التام إذا كان سائق المركبة ماشي بالمركبة والدنيا ضباب مشغل للرباع في حال وقوف تام أو اتجاهه يمين أو يسار ما بيستطيع السائق اللي خلفه يعرف وين اتجاه هذا السائق فبالتالي لابد من استخدام الطق الأولى أثناء القيادة وعدم استخدام الرباع نهائيا إلا في حال وجود خطر أو في حال وقوف تام للمركب هذا من جانب موضوع القيادة لابد أن تكون كمان مسافة الأمان كافية تزيد حتى نقدر نسيطر على المركبة أثناء القيادة عدد كبير من التعليمات لابد أن نتقيد فيها أثناء القيادة خاصة في الظروف الجوية الاستثنائية وأمنياتنا دائما بالسلام للجميع الفترة الصباحية في عدد الآن في تساقط أمطار في بعض المناطق في العاصم عمان وإن شاء الله أمطار خير علينا جميعا وفي ضباب متغير الضباب من فترة أخر لكن لابد من الانتباه أثناء القيادة في الضباب ضيفنا اليوم عطوفة العميد سمير بينو مدير مراكز إصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام عطوفتك صباح الخير وتحياتنا لك صباح الخير علي بيك وصباح الخير على كافة الإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين المتابعين لهذا البرنامج الله يخليك سمير بيك نحن نتحدث اليوم جزء عن مراكز إصلاح والتأهيل في موضوع الإصلاح والتأهيل وحتى اليوم في حد الصحف مراكز السجون وهذا ليس المسمى الصحيح لإدارة مراكز إصلاح والتأهيل نتحدث عن الآن في طلاب توجيه بقدم توجيهي في مراكز إصلاح والتأهيل نعم في طلاب توجيه عندنا وموجودين الآن على مقاعدة التحانات وحسب البرامج وبداية بدي أماهد الموضوع من خلال أنه أركز عن نفس الموضوع يقول أن مراكز الإصلاح والتأهيل هي ليست السجون مراكز الإصلاح والتأهيل هي مؤسسات وطنية اجتماعية تعتفض بنزلاء تنفيذا لقرارات قضائية وتطبق عليهم مجموعة من البرامج التأهيلية والبرامج الإصلاحية وبرامج الرعاية والتأهيل بقصد إحداث تغيير في سلوكهم وتوجهاتهم وأفكارهم وذلك بغير تأثير في جوانب حياتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا وذلك منعا لعودتهم في المستقبل الجريمة وأيضا ليكونوا مواطنين صالحين في بيئتهم الأسرية والاجتماعية نعم الآن في عنا العديد من البرامج الإصلاح والتأهيل ومشان السؤال اللي طرحته بخصوص توجيه نعم في عنا مجموعة من النزلاء الآن على مقاعد الدراس يقدمون امتحانات توجيه والسنهاي في أو تقريبا في الدور الشتوي يوجد عنا 27 نزيل يقدمون توجيه في ثلاث مراكز في عنا ثلاث مدارس موجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل أول مدرسة يعني في مدارس داخل مدارس نظامية نعم في مدارس نظامية وفي تنسيق مع وزاع التربية والتعليم وراح أن ننتهرض لهذا الموضوع بداية في عنا ثلاث مدارس المدرسة الأولى التي تأسست في مراكز الإصلاح والتأهيل هي مدرسة المتنبية في مركز إصلاح والتأهيل السواقع كانت في البداية مركز لمحول الأمية وتأسس عام 1986 وفي عام 1998 تحول لمدرسة ويحتوي على ست غرف صفية بالإضافة لمختبر حاسوب ومكتبه والمدرسة الثانية عندنا مدرسة التوبة وتوجد في مركز إصلاح وتأهيل الموقر واحد وهو أيضا يحتوي على ست غرف صفية بالإضافة لمكتبه ومختبر حاسوب آلي وأيضا المدرسة الثانية هي مدرسة الهدى ويوجد في مركز إصلاح وتأهيل ومن لولو يحتوي على خمس غرف صفية بالإضافة لمختبر حاسوب آلي والمكتبه الآن سيد بالنسبة للامتحانات التوجيهية يوجد فيه عندنا طلاب منتظمين في الدراسة في هذه المدارس وأيضا بعض الطلاب يكونوا يعني يدرسوا في وقاتهم الخاصة أو تم توقيفهم وهم يدرسوا في مقاعد الدراسة تمام اللي درسوا في مدارس المراكز الإصلاح النظامية يعني هدولا من خلال مذكر التفاهم مع وزارة التربية والتعليم مع فيه من دفع الرسوم وبدون أي مقابل مالية يتقدموا الامتحان مع التنسيق مع وزارة التربية والتعليم واللي درسوا أو اللي درسوا بأنفسهم ولم يدرسوا فيها هذه المدارس النظامية ويدفعوا رسوم نعم الآن هذه المدارس يديرها ضباط من جهاز الأمن العام كل مدرسة لها مدير ولها معلمين ومدرسين هدول المعلمين ومدرسين هم عبارة عن نزلاء موجودين في مراكز الإصلاح ويتم دفع رواتب إلهم من وزارة التربية والتعليم نعم فالحمد لله يعني الآن أن هذا التقديم لامتحانات توجيه بدأ في عام سامي وسبعة لغاية الآن أشغال وتقريبا تقدم ما يزيد عن الألف نزيل لامتحان توجيه خلال هذه الفترة والسنوات الماضية نعم يوجد عنا سبعة وعشرين نزيل يقدمونا لامتحانات توجيه في الفترة الشتوية في مختلف التخصصات فإن أربعة في إدارة معلوماتية وخمسطاعش أدبي واحد شرعي واحد زراعي وأربعة صناعي واحد علمي الآن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحيث يحضر مندوبين من وزارة التربية لإعداد القاعات لغاية الامتحانات ويقوموا بإشراف على هذه الامتحانات وحسب البرنامج ويكون دائما في حضور من وزارة التربية والتعليم مثلهم مثل أي واحد يقدم امتحانات توجيه في أي موقع آخر نعم خلينا نتحدث من جانب آخر سامير بيك الآن في دراسات عليا عندكم في مراكز الصح والتأهيل وكيف تمنح هذه الدراسات عليا كيف التنسيق مع الوزارة التعليم العالية يعني خلينا نتحدث إذا في دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه في عندكم سيدي هو في الواقع طموح نطمح له أنه إكمالا لهذه البرامج التعليمية ويكون في عندنا المجال أمام النزلاء خاصة لمدد حجزهم أو حكمهم طويلة ولكن الآن يمكن الفرصة غير موفرة ولكن صارت في عندنا حالات أن بعض النزلاء اللي يجون لمراكز الإصلاح وكانوا على مقاعد الدراسة وكانوا في الفترات النهائية مديرية الأمن العام أعطتهم الفرصة وبالتنسيق مع جامعاتهم لمناقشة الرسالة أو لتقديم الامتحانات وسجلت فينا يعني تم مناقشة رسالتين دكتوراه لطلاب اثنين كانوا نزلاء في مراكز إصلاح وتم الحصول على شهاد دكتوراه وبالنجاح وتم مناقشة الرسالة وهم موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وأيضا يعني فينا برامج برامج يعني بكالورس برضه كمان فينا شباب محجوزين أو نزلاء كانوا محجوزين وتم منح الفرصة أو أعطاء الفرصة لهم يقدموا الامتحانات واجتازوا هالامتحانات ونجحوا وفينا برضه يعني برنا زي قدمت الامتحانات الشامل في مركز إصلاح وتأهيل واجتاز الامتحانات هاي بنجاح والحمد لله يعني في عنا بعض القصص النجاح اللي للطيبة طيب سمير بيك يعني بالجزئي الأخير نتحدث عن مديرة الامن العام كل هذا الشيء يدخل في موضوع الإصلاح والتأهيل الآن لكل هؤلاء النزلاء احنا شفنا كيف وفرت الظروف المناسبة للطلاب حتى قدموا التوجيهة أو البكالوريس أو الماجستير أو مناقشة حتى الدكتوراه الآن شو في كمان بتقدموا مديرة الامن العام خاصة لما بعد انتهاء مدة التوقيف شكرا على السؤال وشكرا على أعطائي الفرصة للإجابة على هذا السؤال لأنه أنت بتحكي عن صميم صميم برامجنا الإصلاحية الآن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يوجد العديد من برامج الإصلاح والتأهيل زي ما ذكرنا والقصد من هذه البرامج أنه تهيئة النزيل لما بعد الإفراج عنه حتى يعود زي ما ذكرنا أنه يعني فرد منتج ويعود لأسرته وينفق عليهم وبرضو كمان المنع للعودة لداخل المراكز والتأهيل يوجد في أن العديد من داخل مراكزنا يوجد في مشاغل حرفية سواء في الانجارة سواء في الهدادة سواء في المكانيك والتكييف والكثير من المشاغل والمهن موجودة داخل هذه المشاغل ونعطي الفرص لكل من يريد أن يشارك بهذه الأمور أنه يتقدم ويحصل على التدريب اللازم وبعد التدريب أيضا أنه يشتغل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومقابل أجر وفيها زي ما تقول يعني مستويات بحيث أنه بعض المستويات أنه يستطيع أن نوصل النزيل لمستوى أنه يكون محترف في عمله بحيث أنه لما يخرج منه ويقضي فترة محكومة ومعظم المجتمع يكون مهنة ويكون معلم فيها وعلى مستوى عالي من الاحترافية نعم نحن نشكر عضوفتك العميد سمير بينو مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على هذا الحضور على ما تفضلت فيه شكرا جزيلا عضوفتك وتحياتنا إليك شكرا جزيلا هذه رسالتنا الصباحية وعودة إلى زملاء نسرين وزميل مجحم وأمنياتنا دائما بالسلامة للجميع عودة عليكم مع التحية والتقدير شكرا جزيلا